الأمهات المرضعات ربنا يكون فعلا موضوع إدرار حليب السديدة موضوع مهم جدا وتمالي بيسألوا على حاجات تزود موضوع إدرار الحليب تدعمهم لأنهم بيتعبوا فعلا ربنا يجزيهم خير الجزاء وبيعملوا بجد والله عمل ربنا يثبكم عليه خير الإثابة طيب تعالوا نشوف النهاردة فواكه رمضانية وحاجات تانية في شهر رمضان إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان الكريم والفواكه اللي بتبقى في شهر رمضان وبتعمل إيه في موضوع إدرار حليب السديد تعال نشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاد مذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى أول حاجة طبعا التمر التمر بيزود حليب السدي عند الأم المرضعة بس يعني هي الفكرة مش هناخد كتير لأن زيادة التمر بيدي نتيجة عكسية نتيجة عكسية مش في موضوع زيادة حليب لأ هو هيزود الحليب ولكن نتيجة عكسية بحاجات كتيرة جدا أنه مثلا بيزود وبيرفع نسبة السكر في الدم ممكن يعملي عصر هضمه ويعني تلبك وحاجات كتير فكل اللي احنا مثلا نبقى عايزينه هو مثلا من ثلاث تمرات أربع تمرات خمس تمرات حد أقصى سبع تمرات طبعا ده حد أقصى سبع تمرات ليه؟ أي واحدة لا تعاني من مرض السكر إنما لو بتعاني من مرض السكر فيعني معلش ممكن تكون تمرات واحدة تكفيه ولكن مش أكتر من تمرات واحدة طيب الطمر هنا هيزود لك حليب السدي والطمر هنا فيه ألياف هتعالج مشكلة الإمساك اللي ممكن تعاني منها أثناء الرضع وهقولك برضو في الآخر ليه مشكلة الإمساك دي بتزيد مع الرضع وإيه الغلط اللي انتي بتقعي فيه عشان كده بتحصل قصة الإمساك فهنا عندي التمر مع نصف كوب لبن ويبقى في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان ده بيزود حليب السدي وبيديك طاقة جمدة جدا وكمية بيتامينات ومعادن تقيتك وتخليك قادرة على العطاء أكثر واكثر تاني حاجة هو برضو موجودة في شهر رمضان ومشهورة جدا في شهر رمضان اللي هي الأرسيا طيب الأرسيا عشان اختلاف مسمياتها في البلدان العربية اللي هو البرقوق المجفف البرقوق المجفف البرقوق المجفف أو الأرسيا البرقوق عنده كمية فيتامينات مهمة جدا وعنده قدرة على زيادة حليب الثدي والأرسيا علاج ساحر للإمساك سواء ليكي أو للطفل الرضيع بس برضو مع شريطة أن لا نفرض في تناول الأرسيا برضو تمرة واحدة تمرتين بالكتير أو لأن برضو البرقوق المجفف أو الأرسيا بيبقى نسبة السكر فيها عالية هتمدك بالطاقة الألياف اللي فيها حل ساحر لموضوع الإمساك اللي عندك وبيزوت من حليب السدي نفس القصة هتلاقيها موجودة في المشمشية أو المشمش المجفف المشمش المجفف ده أولا بيحتوي على فيتامين سي بيحتوي على فيتامين ألف والاتنين دول مهمين جدا لرفع مناعة الأمة المرضعة ومهمين لبشرة الأمة المرضعة ومهمين لإضرار الحليب عد الأمة المرضعة ويديك طاقة كبيرة جدا وكمية فوائد أخرى أيضا موجودة في المشمشية وبرضو تناول المشمشية هيدعم عندك إضرار الحليب عند حضرتك وطالما قلنا المشمشية برضو بنذكر هنا عمر الدين بس برضو نحاول ان احنا ما نفرضش في موضوع امر الدين لان امر الدين بيبقى مصنوع من المشمشماشي ولكن نسبة السكر فيه عالية قوي فبرضو يعني نبقى معتدلين في تناول حاجة زي امر الدين ودي هترفع عندنا برضو فكرة اضرار الحليب وتزيد من اضرار حليب الام مع الفواكه اللي ممكن تبقى موجودة في شهر رمضان برضو في شوية حاجات كده بتزود حليب الثادي وبتزيد من اضرار الحليب وموجودة في شهر رمضان اللي هي ايه المكسرات طيب هقولكم على حاجة من المكسرات دي اللوز اللوز عنده قدر على زيادة اضرار حليب السادي اللوز غني بفيتامين اي واميجا ثري طيب دول بيعملوا ايه دول بيحفزوا الهرمونات المسؤولة عن اضرار حليب السادي تقدري مثلا تاخدي ست حبات من اللوز تطحنيهم او ممكن تأكليهم وممكن لو تحمطيهم حططيهم مع نصف كوب لبن وبالفة هنا وشفة ده هيزود عندك اضرار حليب السادي بشكل كبير جدا بغض النظر عن الحاجات اللي ممكن تبقى موجودة في رمضان الفواكه التانية الحلوة اللي ممكن تخلي فيه زيادة في اضرار الحليب بتاع حليب الام فواكه زي الموز زي البرتقال زي الفاكه زي فاكه الأفريسيادو لما بنقول البرتقال بيبقى فيه عصير مشهور جدا هو عصير البرتقال معه الجزر الجزر عصير الجزر بس في حد ذاته فيه فيتامين ألف وفيتامين ألف ده او فيتامين ايه مهم جدا لتكوين حليب السادي وبيبقى حليب السادي كمان غني يعني حاجة كويسة جدا للبيبي اللي بيرضع من حليب الام فعصير الجزر بالبرتقال عصير رائع جدا لزيادة اضرار حليب السادي عند الام المرضعة تبقى الغلط اللي بتقع فيه الام لما تيجي تعمل كل الحاجات دي وتتناول هذه الفواكه وهذه المكسرات والحاجات دي كلها وبرضه تشتكي من موضوع انها حاسة بان فيه ضعف فيه اضرار الحليب عندها الغلطة هي انها بتنسى حاجتين مهمين جدا ان فيه اتنين هم الرئيسيين فيه اضرار حليب السادي الاولى هو شرب اتنين لتر لتلاتة لتر مية في اليوم وده يعني مش اختيار ده فرض ده حاجة اساسية يعني بدونها حتى لو عملت ايه برضو هيبقى عندك مشكلة في اضرار حليب السادي شرب المية مهم جدا لانتاج حليب السادي طيب تفتكري مثلا المية اللي بتنزل ديه في صورة الحليب هيكون نصدرها ايه لازم يبقى جسمك غني بالسويل الحاجة التانية هو كثرة الرضاعة الطفل الرضيع طول ما هو طفل رضيع طول ما بيعيط نعرض عليه السادي نخليه يرضع اقعد قولي لبن ما بيكافيش قسو كل ما بديله سادي وبيرضع يجي بعد شوية يعيديله ساديك مرة اخرى الطفل فيه بدايات حياته وما فيش حاجة اسمها تنظيم رضاعة بل بالعكس دي فايدة ليكي لان كل ما هترضعيه الجسم هيترجم ده المخ هيترجم ده فهيدعم افراز الهرمونات الخاصة بادرار الحليب فهينتج مزيد من حليب السادي وهيبقى فيه توفر في حليب السادي يبقى مية ورضاعة وموضوع المية ودي النقطة اللي بتخلي فيه حالة من الامساك مزمنة في فترة الرضاعة عند البعض والكثيرات كمان من الامهات المرضعة موضوع موضوع الامساك المزمن في فترة الرضاعة حضرتك بتردعي لا بتشربيش مية فتفقدي جزء من السوائل لان السوائل هنا بتترجم فيه الرضاعة في الحليب اللي بينزل جسمك بيحصل فيه جفاف من ضمن الحاجات اللي بتتأثر ان انت محتاجة سوائل عشان يحصل فيه ليونة في البراز ويحصل فيه عملية تبرز سهلة فلما السوائل دي تنشف عندك يبقى فيه هنا براز صلب غير قادر على النزول فده يعملك امساك لذلك مهم جدا ان انت تدعمي نفسك بشرب السوائل شرب السوائل شرب السوائل وطبعا ما ننساش ان المشروبات الحلوة جدا هي مشروب الحلبة مشروب الشمر مشروب الكمون المشروبات السخنة الجميلة دي ونبعد كل البعد عن مشروب المرمرية او الماريمية المشروب ده بينشف حليب السادي ده ابعدوا عنه ويخليكم فيه المشروبات زي الحلبة والشمر والكمون المشروبات دي بتزود حليب السادي طبعا مع شرب الميا وتدعمي نفسك بفيتامين ومكمل غذائي لان المكمل الغذائي هنا هيديكي قوة انت بتاخدي من جسمك قوة وبتديها لطفلك فغصب من عنك بتفقدي جزء من هذه الفيتامينات والمعادن اللي في جسمك اللي بتئيتك انت وبتقويكي فما فيش ما يمنع ان احنا ناخد مكمل غذائي وده اللي كنت بتاخديه في فترة الحمل زي مثلا اي مكمل غذائي ويبقى الافضل ان هو يبقى مالتي في كل الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها والمخصص للمرضاعات وده سهل جدا ان انت تسألي الطبيب الصيدالي او طبيبك الخاص عليه واخديه طول فترة الرضاع ما تحس فرق في الطاقة على فكرة الانيميا فقر الدم بتخلي الام المرضعة وهي بتردع طفلها يحصل فيه فطور عطفي ما بين الام وما بين الطفل وده اللي اثباتته الدراسات ان الام اللي عندها فقر دم وهي بتردع طفلها بيبقى فيه فطور عطفي ما بينها وما بين طفلها فشكرك شكرا جزيلا واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جاية والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة